عندنا فقرة تانية البعض بيتلاعب بفكرة الأرقام وإحنا في الأرقام مش بنقول رأينا دايما بنقول رأي الأرقام نشوف الفيديو ده ونرجع نعق سيئة مهمة اللي هي أن النتائج الأكبر النتائج مواجهات المباشرة بين أهلي والزمال ماشي دي مهمة جدا لأن برضو دي عليها خلاف كبير جدا أكبر النتائج يمكن أربع مرات الزمال الكسب الأهلي مراتين ستة صفر يعني الأول نتيجة عندنا تلاتين مايو نشوف الجدول بتاع أكبر النتائج الجدول اللي بعد كده 30 مايو 37 كانت كس مصر ربعا نهائي النادي الأهلي كسب 5-0 في المباراة دي سنة 37 2 يناير 1942 دور القاهرة المرحلة الخامسة الزمال كسب 6-0 على الأهلي 2 يونيو 1945 كس مصر النهائي الزمالك أيضا كسب 6-0 على الأهلي وأخيرا 16 مايو 2022 طبعا المباراة الشهيرة بتاعة 6-1 اللي نحر لأهلي كسب فيها الزمالك دي أكبر النتائج الزمال كسب الأهلي مرتين 6-0 الأهلي كسب مرة 6-1 ومرة 5-0 دي أكبر النتائج ما بين الأهلي وزمالك على مدار التاريخ أرقام غلط الحقيقة أرقام غلط وما ينفعش أن أنت تيجي في سنة أو في 37-38 تاخد خمسية للنادي الأهلي وتدجاه الخمسيتين فرج على الأرقام الصح دي الأرقام الصح فوز النادي الأهلي 3-5 5-0-5-1-5-1 في السوداسيات فوز النادي الأهلي سوداسيتين وأول سوداسية كان في تاريخ لقاءات القمة كانت سوداسية النادي الأهلي موسم 1925-26 فاز الأهلي 6-0 والسوداسية التانية الشهيرة طبعا سوداسية خالد بيبو فما ينفعش لما تيجي تتكلم في أرقام تطلع أرقام غلط لأن الأرقام ما بتكذبش ده موضوع مهم جدا ومش كل مرة في نفس الأحصائي نجيب أرقام تطلع بشكل خاطئ نتمنى يكون فيه دقة بعد كده فيما يتعلق بالنادي الأهلي ما كانتش بس دي الأرقام الغلط ده الأرقام كلها كانت غلط في غلط نقال إيه تاني في نفس الفقرة ونرجع نعقب الأهداف اللي جات بعد الديئة 90 يعني انت عارف طبعا برضو ديئة 90 يعني دي بتحمل برضو حاكتين عايز وقت يخدنا عايزين الأهلي وزمالك حاضراتكم بعد إذنك بعد الديئة 90 يا شهز مهيب دي بتحمل حاكتين النقطة الأولى الحماس والتركيز وروح الفنان للحمراء اللي بنوح عليها دايما متواجدة في النادي الأهلي والنقطة التانية الوقت بقدر ضايع للحكام برضو بيحسبوه يعني الحكام دايما بتدي وقت وانت عايزين نهاردة بس بالزبط انت جاي مركز مع النادي الأهلي لا والله خلط خلص طيب بعد الديئة 90 الآن جاب 9 أهداف والزمالك جاب 5 درمت 5 الماولين 4 الجيش 4 الانتاج الحرب نشوف مين أكتر حدد حسب لوقت بقدر ضايع مقارنة بالأهلي والزمالك النادي الأهلي 278 دقيقة وقت بقدر ضايع نادي الزمالك 327 دقيقة كونك بتحاسب النادي الأهلي على شخصيته في أن نستغل العدد الأقل من الدقايق وسجل عدد أكبر من الأهداف ده شيء غلط وده معيار مش منطقي وعلى فكرة النادي الأهلي ما سجلش 9 أهداف في الوقت بقدر ضايع سجل 10 أهداف لأن النادي الأهلي شخصيته وروحه هي اللي بتحسم المباريات دي وده كانت الحاجة الوحيدة في اللي انت قلت صح شخصيت وروح النادي الأهلي بقيت معلوماتك كلها غلط طبعا ده كان حلقة النهاردة من الأهلي خط أحمر رسالة بسيطة للعاب النادي الأهلي التاريخ بيحفظ حقك في مباريات زي دي كذا نهائي خدنا فيه البطولة 23 لعب سجله أتمنى لا اللاعب 24 و25 و26 لأن الهداف دي هي اللي بتظل في الزاكرة وهي اللي بتخليك في مكانة مختلفة جدا عند جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي بشكل عام نشوفكم يا ربي التلاتي الجاي والأهلي بطل الأفريقيا شكرا للمشاهدة